حرب استيطانية كبيرة تشنها سلطات الاحتلال الصهيوني على أراضي الفلسطينيين للعمل على فصل القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض وذلك عن طريق تشييد وحدات استيطانية وجد الكيان المحتل من ذريعة ما قال إنه لا وجود لتراخيص قانونية لمنازل شيدها المقدسيون وجد من خلال ذلك مخرجا لهدم أحياء بكاملها وتهويدها كما حصل مؤخرا في حي وادي الحمص بقرية صور باهر في القدس المحتلة الأمم المتحدة قالت إن التوسع الاستيطاني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وأنه لا يوجد أي أثر قانوني يبيح توسعة المستوطنات منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أشار إلى أن الضم الفعلية للضفة الغربية تسبب في تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مؤكدا على ضرورة توقف جميع أعمال التوسع الاستيطاني على الفور وبشكل كامل وعلى الرغم من صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الصهيوني والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك حيث أكد رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بن يمين نتنياهو أن الاستيطان سيستمر إلى الأبد وأنه لن تتم إزالة أي مستوطنة من مكانها سلطات الاحتلال الصهيوني تضرب بذلك قرارات الشرعية الدولية والأممية بعرض الحائط وتتحدى المجتمع الدولي بإصرارها على بناء المزيد من المستوطنات خاصة في أراضي القدس والضفة الغربية المحتلتين أما السلطات الفلسطينية فقد انتقدت الموجة الاستيطانية الجديدة إذ أكدت على لسان وزير خارجيتها رياض المالكي بأن مصادقة الحكومة الصهيونية على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية هو تغول استيطاني بدعم أمريكي مؤكدا على ضرورة مواجهة هذا التصعيد في إطار المحكمة الجنائية الدولية